السلام عليكم يمكن النهاردة لما تشوفوا الكوبايتين دول تقولوا ايه هو الحالة اللي بكوباية حليب وكوباية جوزة هند هو ايه الحالة اللي ممكن يكون غالي وما يخدش خمس دقايق في تحضيره وبالمكونات البسيطة دي عايز اقولك ان حالة النهاردة فعلا ما بيخدش وقت لأ ده غير كده بيتباع غالي جدا في محل الحلوانية النهاردة هنعمل حالة العينين بما اني بقى عينة وتعبانة ومش قادرة اقف والله اعملت الحالة ده في خمس دقايق بس كده مش اكتر الاول كده حط لايك لمطبخ ايمو تشانيل صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسموا الله وما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب مطبخ ايمو تشانيل معايا كده طاصة او حلق او ايا نياقون على النار حطيت فيها معلقة واحدة بس من السمنة معلقة واحدة اللي في ايدي دي مغرفة فانا حطيت معلقة من معلقة الاكل بس معلقة واحدة سمنة اellow المذابت معايا ضيفت عليها كوبايتين من جوزت الهند انا اقاتي لكوباية واحدة في العنوان وفي الصورة لكن دي تبقى نص الكمية تمام انا عاملة ضعف الكمية انت وحابها تقسميها انتح بالكوباية واحدة c10 هتضيفي نص معلقة من السمنة انا حطيت معلقة كملة من السمنة او المذابت نزلت بكوبايتين من جوزت الهند عشان ولادي بيحبوها جدا 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 نزلت بالكبايتين اديتوا تشويحة النار معايا متوسطة اديت جزت الهند تشويحة هتلاقيها مع التشويح اخدت ريحة حلوة قوي كده وعملت ريحة في المكان حلوة جدا شوحت المدة حوالي نص دقيقة وبعدين ضفت معلقة كبيرة مليانة من السكر البودرة اديتهم تقليبة كده مع بعض النار معايا متوسطة كنت محضرة معايا كباية من الحليب كباية الحليب دافية يعني مش متلاجة لأ دي دافية يا بنات يا دوب غاليتها وسبتها بردت وبقت في درجة حرارة المطبخ على طول نزلت بيها على جزت الهند وديتهم كده تقليبة مع بعض برضو تقليبة كده لمدة نص دقيقة كل ما نضيف اضافة كده نقلب ونشوح لمدة نص دقيقة بس كده مش اكتر تمام معايا هنا بقى دي معلقة ونص من النشا ومعايا كمان نص كباية تانية من الحليب زي ما قلت دي مضاعفة المتكونات اللي انا قيلها في الاول خالص في العنوان فانتي حابة تقسمي الكمية قسميها تمام معلقة او نص من النشا داودتها في نص كباية من الحليب هنزل بيها كده على جزت الهند اللي انا عاملها بالحليب وفي اللحظة دي بقى النار معايا اهديها وهدني اشوح فيها تشويح مستمر كده لمدة حوالي من دقيقة لدقيقة ونص وانا بشوح كده هدي رشة يا اما من الفانيليا يا اما من طعم الموز يا اما من ريحة الورد زي ما تحبيه تمام انا حبيت كده الفانيليا مع جزت الهندي بيدو ميكس حلو جدا يا بني هدي بقى كده تقليبة وانا بقلب عارفين هتلاقوها كونت معاكو كده زي عجينة كده شوية قلبي وبصوا انا بعمل بالمعلقة زي مش عارفة بتقولوها ايه اكتبوه لي بتقولوها ايه الكلام مش مجمع بدعكها كده تمام كده تمام اتفقنا اقلب كده وبصوا اعجينها كده بس بالمعلقة عشان هي بتبقى سخنة طبعا النار هادية من بعد اضافة النشا بصوا كونت معاكو حاجة كده زي العجينة تمام افضل اعجين كده تقدر تستغني عن ريحة الفانيليا وتضيفي ريحة جوز الهندي بتبقى حلوة قوي برضو خلاص كده هعملها المدة من دقيقة لدقيقة ونص بطفي عليها النار وبسيبها تبرد محضرة معايا بقى هنا في طبق مبشور جوز الهندي عادي خلاص بصوا قوامل عجينة عامل معايا ازاي ما بتلزقش قوي في ايدي هي حلوة ومتمسكة وفي نفس الوقت ما بتلزقش ده قوامل عجينة بعد ما برد هبدأ بقى كده اعملها كور تمام واول ما بتعمل معايا كورة كده وتبقى كورة نعمة هنزل في مبشور جوز الهندي وهبدأ اغطي بيها بالشكل ده وتبقى معايا الكورات الحلوة طبعا احنا عرفنا الحالة بس برضو اسمه رايحة عن بالي زي حوار المحلقة اكتبولي بقى انتو يعني هو اسمه ايه وسعره كاما عندكم يعني لو حد بيشتري وبيحبه زي عندي اكتبولي هو اسمه ايه وكمان بيتبع بكاما تمام يا بنات اظن ان اغلبيتنا خارج من شهر رمضان عنده بواء كتير اول جوز الهند والمكسرات فمش ايه مش هنسيبها طبعا تعمل ريحة في التلاجة ولا تتركن على الفاضي كده لا 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 خالص هنستغلها في حلويات حلوة جاية كتير ده كان اول استغلال للمكسرات اللي بقية معانا من شهر رمضان ان شاء الله تقدري كمان بعد ما تحطيها كده في جوز الهند تغطيها بالشوكولاتة وهتبقى جاهزة وحلوة وهيلة قوي معاكي حلو ماخدش منك دقيقتين تلاتة عملتيه في ثواني وكان حاجة كده تشرف وتبهر معاكي من الاخر مش عارف انا ايدي كانت بعيدة على الكاميرا ليه تمام بصوا بقى تعالوا هافتح معاكو بقى واحدة تعالوا بقى نشوفها على فكرة بقى لما بتضغطى بالشوكولاتة بتبقى في مكان تاني خالص حتة تانية خالص وقمي كده تشجع وعمليه من شوية بوائي جوز هند عاد تعالوا بقى نفتح واحدة كده ونشوفها المفروض بعد ما تعمليها كور كده تحطيها في التلاجة لمدة نصف ساعة وبعد كده تبدأ يتقدميها بصوا حطيها بقى كده وحدتين كده جنب فنجال قهوة العصاري كده انت وجوزك عارفة هيدوب فيك دوابان كده هيحبك هيقول الست المتنوعة والمتجددة دي بصوا الجمال دايبة دوابان يا بنات يلا بسرعة لايك وشير واشوفكم على خير وتنسوش تشتركوا في كناتي على اليوتيوب مطبخ يموت شعنل باي باي